سباغة طبيعية باللون البني كتطيلون بني رائع بالاضافة لتغطية الشايد منع تساقط شعر تطويل وتكثيف الشعر البنات اقسيم بالله العلي العظيم لوصفة مجربة وفعالة خصوصا على الشعر الطبيعي البنات باش منطورش عليكم نبدو على بركتي الله اول مكوين عندي البنات اكبيداتي احبباتي عندي الكاركا ديه الكاركا ديه موجود عند اي عطار البنات بزاف ديه البنات كيسولوني كيقولي فين نلقاو الكاركا ديه راه اي عطار عندكم فحومتكم في مدينتكم راه غادي تلقاو عنده الكاركا ديه او لا في سيبر ماركت اي اي واحد عندكم اللي انتو ما كسمشوا تقدو منو راه كذلك موجود عندي هنا بصل احمر البصل البنات رائع في تنعيم الشعر وتقوية وتكثيف الشعر يعني تقريبا قاع الناس يعني عارفين الفوائد ديه البصلة للشعر وليشاف البصلة ما يتخلعش لان ما غا تكون لا ريحة لا تشي حاجة تبعوا معايا الفيديو ملو ورحة الاخر وغا تشوفوا المكوينت اللي غادي نضيف كلها مكونات رائعة كتقوي لنا الشعر البنات داب احنا هاد العصر اللي احنا فيه الشعر ديهنا كيطاح بزاف بزاف ديه البنات صغار كبار كيف مما كانوا كيقولك شعري كيطاح شعري كيطاح مع هاد السباغة هادي غادي تلوني شعرك وغادي تغطي الشيب وغادي تمنعي تثاقط شعرك ان شاء الله باذني الله غادي نضيفوا باقي المكونات غادي نتبعوا معايا البنات هنا غادي نضيف غادي نضيف ملعقة كبيرة ديال السانوج كيف كتشوفوا معايا راكوشي تعرف السانوج غادي نضيفوا وبطبيعة الحال غادي نضيفوا باقي المكونات وراكم عارفين السانوج كيفاش كي يقوي لنا الشعر وكي يمنع لنا تساقط شعر غادي نضيفوا مكونات اللي كي يغطي لنا الشيب مع المداومة بطبيعة الحال اللي هو ورق السالمية او الميرامية البنات را غير البخاخ ديال الميرامية تبقى وتترشوا به الشعر ديالكم يوميا را كي يغطي الشيب مع المداومة يعني الشيب ديالك ما كي يبقى كتخلصي من الشيب على البنات خديت هنا تقريبا ملعقة ديال الميرامية او السالمية بطبيعة الحال غادي نضيفوا كذلك لهادي المكونات هادي هادي نضيفوا الشاي الاسود للبنات هادي ناخد تقريبا ملعقة من الشاي الاسود يلا ما توفرش يمكن لكم تاخدوا الشاي العادي واتطحنوه وتضيفوه ولا بلا ما تطحنوه غير ضيفوه ملعقة كبيرة ديال اي نوع شاي عندكم توفر لكم في البيت غادي نضيفوه ان شاء الله وغادي نضيفوه مكون سحر يا لبنات اللي هو القرنفل او المسمار المسمار راه رائع لبنات في تقوية الشعر ومنع تساقط الشعر وكل شي تقريبا متافق معايا هاد المكونات هادو اروح حاجة ممكن نديروها للشعر ديالنا بطبيعة الحال وغادي نضيفوه بطبيعة الحال القهوة القهوة رائعة لبنات في تقوية الشعر كذلك ويعطاء الشعر لمعه بالاضافة للتلوينة لبنات القهوة معروفة رائعة للبشرة ولا للشعر والجميع الاستعمالات لبنات القهوة جدا رائعة وكذلك تخلصنا من رائحة البصل يعني القهوة رائعة عن التعريف وكل شي تيعرف الفوائد ديال القهوة ان شاء الله وبطبيعة حال غنضيفوه مكون اخر لي هو سحري اللي هو قشور رمان البنات إلا عندكم قشور رمان قشور ضيفوهم إلا عندكم مطحون بحالي أنا يمكن لكم تضيفوه مطحون تقريبا هنا ملعقة كبيرة ديال قشور رمان متحونين وغادي نضيفوه لهاد الوصفة هادي او لزوج كيسان صغار مهم غادي نضيفوه الماء الكافي باش يبقى يغلي لنا المكونات يبقى يغلي ولنا هنه هنه يفاد الخالد مهم انا ضفت يعني كاس كبير ديال الماء وغادي نخلط هادي المكونات هادو مع بعضياتهم وبطبيعة الحال كنديروهم على نار مهيلة من اللي كيبدأ الخالد ديالنا كي يغلي كيوصل مرحلة الغلايان كنحسبولوه تقريبا عشر ديال دقايق سوف نحيضو الخالد من على النار وبطبيعة الحال كنخلطوه به المكونات شفتو الخالد كيف شوال البنات كنخلطوه كي يتبخ مزيان ودوك المكونات هادو كي تلقو لنا فبعضياتهم باش هاكا كي يعطيونا واحد المحلول المركز وده بغا ناخد زلافه وغادي نخلط فيها المكونات الناشفه او الجافه هنا عندي الحنه ضروري يا لبنات غادي ندير تقريبا اربعه ديال المعالق ديال الحنه المكونات البنات على حسب طول الشعر إلا شعرك قصيره تقدري تدير غيم العقا ولازوش شعرك طويل غادي ريبعه إلا شعرك طويل بزاف تقدري تدير يساساد المعالق المهم الكمية على حسب طول الشعر ديالكم انا هنا غادي نضيف اربعه المعالق ديال الحنه اي نوع حنه مهم يكون خاص بالشعر وبطبيعة الحال غادي نضيف القهوه سريعة الدوابان تقريبا غادي نضيف ملعقة كبيرة هادي هنا ملعقة صغيرة غادي نضيف ملعقة كبيرة ديال القهوه سريعة الدوابان اي نوع قهوه سريعة يمكن لنا نضيفه في هاد الوصفة نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف الملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة لأن يساعد المشي thinner بام behöver ندفع نضيف المكونات بالتدريج 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 زوج ديال صفار البيضاء للبنات غضيفوا لهذا الوصفة غيخرج لكم شعر ملون ومسبسب وحرير يا لبنات انا كنهضر معكم بالمعقولة للبنات هاد الوصفة راها مجربة وفعالة انا كنهضر على هالبنات اللي شعرهم طبيعي ما كيكونوش ضيجة سابغين وبالاسود ولا بلون غامق انا ما غديش طلع لكم النتيجة خص شعر ديالكم يكون طبيعي را كتعطيكم النتيجة من اول استعمال كثتكم نتيجة واعرة ولي شعرها صعيب فانه يقبط لها اللون ارا في المرة التانية ان شاء الله غديقبط لك اللون طبيعي الحال كنخليوه 8 ديال الساعات اكو بذاتي كنخليوه 8 ديال الساعات وعاد كننغسله شعرنا وكننغسله بالما فقط ومن اللي نعودو الوصفة الغد ليه عاد نخليوها تعني 8 ديال الساعات ونغسله شعرنا بشونبوان طبيعي الحال كنتمنى ليوصلوا معايا احتل هنا ما ينساش يدير لايك ويبارتاجي الفيديو مع الاهل والاحباب بطبيعة الحال وخليوا لي كومنتر الى درتوا الوصفة وعجباتكم خليوا لي الاراء ديالكم حاول الوصفة وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة موسيقى